السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله نبدأ معكم حل مسائل وتدريبات من كتاب المدرسة واسئلة موجودة على بنك المعلومات وبنك المعرف نبدأ المسائل ان شاء الله المسائلة الاولية ونشوف الافكار ونشوف عاوزين يعملوا ايه او يقولوا ايه اثرت قوة 20 نيوتن على جسم كتلته 3 كيلو جرام اكسبته عجلة لطبعا لبتاع التربية والتعليم الازهر خلصوها خلاص فدي برضو ما نضمنش بالنسبة لازهر برضو ممكن يجيبوا مسألة زي دي للنقوة الاحتكاك برضو في الترمي التاني وطبعا في قانون لما نلاقي فيه اكتر من قوة بنقول فيه F بتساوي F ناقص F الموضوع بقى يعني فيه 3F في المسألة اه فيه F احتكاك F مؤسرة وذلك كلمة اثرت هي دي اول قوة نركز اول في المعاني خلاص القوة الاخيرة المحركة اللي اكسبته عجلة يعني حصل ضرب الكتلة في ايه فين عجلة نحاول نفهم كلا بالراها اثرت يبقى على طول عوض مكان اثرت المؤسرة كام 20 ناقص محركة يعني اكسبته عجلة فتحرك الجسم يعني هقول 3 ف 4 كتلة في ايه في عجلة كتلة في عجلة يبقى تساوي الى 20 زمهية ناقص 3 ف 4 بكام ب12 يساوي 8 نيوتن ادي اول مسألة نقولها تاني لما نلاقي فيه اخطر من قوة وخاصة اثرت قوة خلاص يبقى ناخد بالنا ان فيه قوة تانية اسمها ايه محركة خلاص طبعا لو جبت المحركة مكان الاحتكاك والاحتكاك مكان المحركة زمهي انا يهمني المؤسرة بعد علامة يساوي ركزوا في المعلومة اللي بقولها دي يبقى المؤسرة بعد علامة يساوي ليه لان المحركة هتدخل بالموجب والاحتكاك هترجع بالسالب مكان المحرك خلاص يبقى المؤسرة دايما بعد علامة يساوي ما يهمنيش بقى حطت الاحتكاك الاول لو طلبها طب يفرض طلب المحرك وجاب لي الاحتكاك هخرج الاحتكاك برا ودخل المحركة ايه جوه ركزوا معاي لو هناخد 3-4 مسائل بس انا مجهز لكم شوية مسائل حلوين فربنا يسهلها نخلص على قد ما نقدر بس نفهم المسألة التانية باعتبرها برضو من المسائل الحلوة اللي فيها افكار بسيطة جدا بس فيها افكار احسب قوة الجاذبية المؤسرة على شخص كتلته 70 كيلو جرام قال لي قوة الجاذبية وقال لي هذا الشخص بيتحرك بداخل سيارة تتحرك بعجلة ايه اربعة متر على الثانية تربيه يعني برضو وجيب لي عجلة الجاذبية التسعة وتمانية من عشر جايب لي الحاجتين دول عشان يحيرني اولا هو عاوز قوة جاذبية قوة جاذبية قوة جاذبية اذا اعوض بعجلة الجاذبية وليس بالعجلة لانه اقل اذا كان بداخل سيارة تتحرك بعجلة كذا يبقى نبدأ ان شاء الله المسألة رقم اتنين بيقول لي احسب قوة الجاذبية عن قوة الوزن ما زلنا برضو في المسائل بتاعة التربية والتعليم اللي هي تبع الباب الايه التاني مش الباب التالت خلاص يبقى دي التربية والتعليم اما الازهر ينتظره بس بالزبط المسألة رقم اربعة هتبدأ معنا مسائل الازهر بتاع الترمي التاني لانه خلصوا القانون التاني في الترمي الاول المسألة التانية هنبدأ نعوض الوزن بيساوي الكتلة المفروض في ايه عجلة الجاذبية تعوض مباشر الكتلة كام عطوها لسبعين نركز كده مع بعض في عجلة الجاذبية تسعة وتمانية والعشر بالقالة الحسبة منطلعها مباشرة على طول بتطلع ستة تمانية ستة يعني ستمية ستة وتمانين خلاص لان هنقول العلامة العشرية راحت فين الزيرو بتاع السبعين طير العلامة او كنس العلامة اللي موجود يبقى كإن ضربت السبعة في تمانية وتسعين عشان برضو الناس الشطرة في الرياضة تصحصح معا طيب المسألة رقم 3 ماشيين بترتيب كده معين مساء المدرسة مساء المهمة من اللي بتتكرر كتير في الامتحانات نقرأ المسألة التالتة مع بعض قام وينش يسحب سيارة بقوة 3000 نيوتن فتحرقت بعجلة ثلاثة متر على الثانية تربيه يبقى خدوا بالكم في قوة في قوة وفي عجلة طيب منتظرين ايه احسب الكتلة اه يبقى الكتلة اللي نقص يعني فيها علاقة احنا واخدينها اه ايه هي العلاقة يبقى المسألة رقم 3 مع بعض كده ايه الموضوع طلب من الكتلة تبقى انك اول ما تكلم تقولت اللي نايس ايه ما فيه قوة وفيه عجلة اللي نايس ايه لان انا عند القانون F بيساوي ال M في ايه فيزياء جميلة جدا لان ما هي الا قوانين وبنطبق سواء علاقات رياضية او منحنيات او ميل خط مستقيم اساسيات في الفيزياء خلاص يبقى الوقت هنا انا عندي ال F طب انا عاوز ال M عشان برضو نختصر المواضيع ال M اللي انا عاوزها ما علش بقى انا هقسم من على ايه وهنا على ايه يعني ال F على ايه عشان ما نقولش الستاذ حافظ وبكتب وخلاص لا نفهم احنا بنجيبها ازاي وتبقى سهلة بالنسبة لنا يعني نحاول بقدر امكان ايه نسهل المواضيع يبقى ال M الكتلة اللي هو عاوزها في الاول القوة كام تلات تلاف على على العجلة كام تلاتة يبقى الناتج عندي كام الف كيلو جرام ما فيهاش مشكلة خالص ادي اول جزئية في السؤال التالت الجزئية التانية وزن السيارة هنعود تعويض مباشر الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الايه الجاذبية طب الكتلة كام الف هنضربها في ايه تسعة وتمانية من عشرة طبعا برضا هنقول الزيرو من الالف ده هيكنسل الزيرو اللي هنا يعني من الاخر تسعة تمانية صفر صفر يبقى فيه صفر طيال للايه العلامة العشري نيوتن لان الوزن بالنيوتن خلاص دي المسألة رقم ثلاث نيجي المسألة رقم اربعة ونبدأ مع بعض اظهر وتربية وتعليم نبدأ نشوف المسألة بتقول ايه سيارة كتلتها سيارة كتلتها الف كيلو جرام تدور في مسار دائري نص قطره خمسين متر بسرعة خمسة متر على الثانية طبعا تعويض مباشر ما فيش اي لف ولا دوران في حاجة بس ننركز ونشوف ايه المطلوب مطلوب القوة الجاذبة المركزية طب يا استاذ القوة الجاذبة المركزية F C طب بفرض مش فاكر A كتلة في ايه عجلة الجاذبية او عجلة العجلة الجاذبة المركزية القوة الجاذبة المركزية بتساوي العجلة المركزية مضروبة في الكتل طيب نفك بقى الموضوع كده M مضروبة عجلة العجلة المركزية في تربية على R نبدأ نطبق مباشر هو عاوز اول حاجة القوة الجاذبة المركزية القتلة كام اعطالي كام القتلة القتلة اعطالي 1000 خلاص هنضرب 1000 في مربع السرعة اللي اعطال اعطنو السرعة كام 5 خلاص مربع السرعة خلاص يبقى 5 في 5 ب25 على نص القتلة كام 50 طيب نكنسل 0 مع 0 على 5 فقال 1 على 5 فقال 5 500 ب500 نيوتن سهلة جدا وجميل قد الجزية الاول ني عايز زمن دورة كاملة طب الزمن الدوري بيسوي ايه اساسا تي بيسوي ايه الزمن بالثانية بالثانية اللي هو عطولي خلاص الزمن بالثانية على عدد الدورات هو ده اللي احنا واخدينه طيب ما جاب ليش اي حاجة من دي خالص اه في علاقة تانية الزمن الدوري بيساوي طول المصار الدائري يعني طول محيط الدائرة 2 على الصرعة المماثية خلاص لان الصرعة المماثية لو انتو فاكرين معايا الصرعة المماثية بتساوي بشي لتي مكان الفي ولفي مكان التي يعني هحط التي هنا في المقام وطول المصار الدائري 2 بي ار ناخد بالنا من الافكار المسائل طب هو هو عاطيني هنا عاوز الزمن الدورة كاملة وما جاب ليش لزمن بالثانية ولا عدد الدورات اجيب العلاقة التانية لان خاصة انا عند نص الكتر وعند الايه السرعة لان اعطيني بسرعة خمسة متر على الثانية نبدأ بقى نجيب ايه لو الزمن الدوري بيساوي اتنين في اتنين وعشرين على سبعة ركزوا معاي في نص الكتر كام نص الكتر الدايرة خمسين خلاص طب لسه بقى ايه السرعة اعطها للسرعة كام السرعة خمسة خلاص نختصر وبالالة الحسبة نعربها شوية الاول خمسة فقى الواحد على الخمسة فقى العشرة خلاص يعني اتنين في اتنين وعشرين باربع واربعين قدامها الزير بتاع العشرة على سبعة هتساوي اتنين وستين بالالة الحسبة وثمانية وستين ايه من مية ثانية او اكتب بس اكبرها شوية كده عشان ما نحطها زي شكل الخمسة كده ونرجع نطلقه لان في ناس بيكتبوه للثانية بيعملوها لكده طبعا كده غلط برضو ما نورطش نفسنا في وحدة قياس ما تتكتبش لانه ممكن نتحسب ايه والقوة الجاذبة والزمن الدور نيجي للمسألة رقم خمس جسم كتلته نص كيلو جرام نتحرك في محيط دائرة نص كترها اتنين متر بسرعة خطية مقدرها عشرة متر على الثانية احسب العجلة المركزية معروف ان العجلة المركزية اي سي بتساوي في تربية على ار طيب انا عندي السرعة ايه في تربية يعني عشرة فعشرة يبقى عشرة فعشرة نص الكتر عندها اتنين يعني مية على اتنين فيها خمسين متر على الثانية تربية تعود مباشر ما فيش مشاكل طيب انا عايز القوة الجاذبة المركزية طيب القوة الجاذبة المركزية لسه من شوية قيل ان القانون بتاعها ليساوي الكتلة في العجلة المركزية تب الكتلة كام نص كيلو جرام نص كيلو جرام يعني نص في ها الاسي طلع كام خمسين عايز تعملها خمسة ومن عشرة او عايز تعملها خمسة من عشرة ما فيش مشكل المسهل للامور المعروف النص يعني نص اللي خمسة من عشرة يعني نص يبقى ساوي كام خمسة وعشرين نيوتن او عا تنسى او او عا تنسى الايه وحدات الايه القياس ممكن نكون حلين كويس وفجأة المواضيع تروح مننا يعني نلقص درجات بمعنى اصح نيجي لرقم ستة نتابع مع بعض ناخد على قد ما نقدر كلا ان شاء الله عشان ما تزاقوش مننا بس السؤال او المسألة رقم ستة وانا اكتفي بها ان شاء الله المراضي كلا على اساس ايام جاهز لكم مسائل كتير يبقى على فترات كلا ان شاء الله مرة ناخد اسبتات مرة ناخد مسائل مرة ناخد ايه علل المهم ننوع بازن الله المسألة رقم ستة نتابع مع بعض كلا وتبقى اخر واحدة النهاردة روبطة جسم كتلته اتنين كيلو جرام في طرف خط في مصار دائري نصف كتره واحد ونصف متر بحيس يصنع تلات دورات في الثانية ركزوا في الكلمة دي يعني من هنا ممكن نجيب الزمن الدوري يعني الزمن الدوري ممكن نجيبه اه ممكن نجيب الزمن الدور طب احنا عاوزين الزمن الدوري اه لان فيه سرعة ممسية يعني نشوف بس الافكار مع بعض كده خلاص يعني اول ما حاجة هنفكر فيها وأطلب منه السرعة الممسية السرعة الممسية اجيبها منين في بتساوي اتنين باي ار على تي طيب انا عندي تي اجيبها منين من واحد على تلات يعني انا عندي تي اساسا عشان ما نقولش حفظين وخلاص تي الزمن بالثواني لسائلنا بالمسألة اللي فاتت على عدد الدورات طيب الزمن بالثواني قد ايه واحد ثانية واحد ها عدد دورات تلاتة يعني الزمن الدوري تلت اه عشان ما نجي نعوض دلوقتي ما نطلق بطش طيب نعوض كده بالمر هتساوي اتنين في تلاتة واربعتاشر من مية عايزين نعملها اتنين وعشرين على سبعة مفيش مشكلة خلاص في نص القطر ها واحد ونص على مين على تلت على تلت خلاص طبعا لو ضربنا هنا بسط ومقام في تلاتة نخلص من ايه من الكسر ده بسرعة دي اسهل طريقة في الرياضة نكنسل دي معادي بقى ضربنا بسط ومقام في تلاتة عشان نخلص ايه من التلت خلاص يبقى بالقالة الحسبة هتطلع لي السرعة المماسية بتساوي تمانية وعشرين واتنين وستين او نقول تلاتة من عشر لو عاوزين طبعا اي سرعة متر على ايه السنة يبقى دي اول جزئية في المسألة طب هو طالب مني نملة اتنين العجلة الايه المركزية طب العجلة المركزية بتساوي ايه ايه سي بتساوي في تربية على ار الفي تربية الرقم لسه طلالة حالا تمانية وعشرين بالقالة الحسبة معنا ها نربعها ونص القطرة عندي كام واحد ونص نستخدم القالة الحسبة عشان ما نضيعش وقت اطلع لي الرقم خمسة تلاتة اتنين زيرو بوينت فور تو خلاص متر على الثانية تربية تاني مربع السرعة اللي طلع علي على نص القطرة اللي هو واحد ونص هنحسب دي بالقالة حسبة ونقوم اسمينها على الواحد ونص ستطلع لي ايه هذا الرقم يبقى دي اي سي طالب مني ال اي سي نملة اتنين نملة ثلاثة طالب مني قوة شد الايه الخيط يعني طالب مني القوة بمعنى صح طبعا القوة قوة شد الخيط بيساوي اي قوة ام في ايه خلاص طبعا القوة اللي اعطاه لي كام في المسألة اتنين كيلو جرام هنضربها في العجلة المركزية لان ما زلنا في حركة الايه الدوران العجلة اللي احنا لسا مطلعينها الوقتي يعني هنضرب اتنين في الرقم اللي عندي خمسمية اتنين وتلاتين واثنين واربعين من مية هتساوي بالالة الحسبة الف اربعة وستين واربعة من عشرة خلاص نيوتن نيوتن يبقى الف اربعة وستين وتمانية من عشرة ايه نيوتن دي هي المسألة رقم ستة وما نطولش عليكم عشان ما تزاقوش ان شاء الله المرة الجاية هنكمل مسائل وافكار كتيرة باذن الله ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم ما تنسوش تشاركوا مع زمالكم عشان يوصل لكم كل جديد والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته